موسيقى قال يسوع سراج الجسد هو العين فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله نيرا وإن كانت عينك شريرة فجسدك يكون مظلما فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون هذه الكلمات اللي اتكلم فيها الرب يسوع المسيح في سياق الحديث عندما ابتدأ يسوع بيتكلم قائلا لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء وبعدين بينهي الفكرة حيث يكون كنزك هناك يكون أيضا قلبك وعلى طول بيتكلم سراج الجسد هو العين فبيتكلم عن مقارنة بين العين البسيطة العين المستنيرة والعين الشريرة احنا بنعرف أنه النور أو يدخل النور إلى الجسد بواسطة العين إذا كانت العين سليمة إذا كانت العين صحيحة معافاة كاملة يدخل النور واضحا إن كانت العين مريضة يدخل النور ضعيفا أو يصبح مظلما لأنه فيش تركيز في العين فبيشوف بشكل ازدواجي وطبعا هون أنا بتكلم من ناحية روحية بيتكلم عن النظرة النفسية وعن الحكم الصحيح عن التمييز الصحيح على الكنوز المادية والروحية فصاحب العين البسيطة بعكس صاحب العين الشريرة فاللي عنده عين بسيطة عنده عين نيرة يرى الحقائق بجلاء ووضوح ويدرك العمل السليم ونتائجه وطبعا أكيد بقيم الكنوز التقييم الصحيح ويكون جسده كله نيرا لأنه قادر على التمييز والوضوح والشفافية